أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد يلا نروح على الليجة الأسبانية وعايزة عرب وجهة نظر بعد يمكن الجولة التانية جولة الأولى تعصر برشلونة ولكن ريا المدريد وبرشلونة في الجولة التانية ها هو نتائج كبيرة جدا فوزة 4-1 على سلطة فيجو وطبعا برشلونة بنفس النتيجة شايف المشروع اللي قام به تشاوي المشاكل المالية اللي ما زالت مستمرة هتعوق برشلونة في الفترة اللي جاية للصراع على القمة مع ريال مدريد ده سؤال السؤال التاني هل من منافس لريال مدريد وبرشلونة في الليجة السنة دي بعد ابتعاد شوية أتليفكو مدريد الموسم الماضي يعني أنا شايف أنه سؤال أولاني بتاع حضرتك هل المشاكل الاقتصادية ممكن تعوق برشلونة عم منافس ريال مدريد أعتقد أنه برشلونة ده وقت في أفضل وضع من ساعة لما أزمته المادية بدأت أفضل وضع أنه خلاص على الأقل يعني كل اللعبة تسجلت مفيش غير كوندي وكوندي يعني إيه زي ما بنقول فلوسه متضبارة يعني بيع أوباميانج هيتباع هعرف سسجل دلوقتي كوندي وفيه لعبة لسه هيتباع في التمن تعمل الفضلين بنتكلم على دي باي بنتكلم على دست بنتكلم خلاص أمتيتي ميشي أعير بنتكلم على أكتر من نموء يعني أكتر من اسم كوندي يعني هتوصل للتوليفة اللي تشافي عايزها مش الأزمة الاقتصادية هي اللي ممكن تعوق برشلونة ولكن الأداء الدفاعي المهترئ هو اللي هيعيق برشلونة يعني برشلونة حتى الآن أداء الدفاع غير مطمئن على وجه الإطلاق لأنه خلاص يعني الإسم اللي ممكن يوصل دلوقتي لبرشلونة هو أخوان فويس مثلا من فيا ريال تدعيم قوي على المستوى الدفاعي ولكن تبقى أزمة سناء قلب الدفاع والمساحات الكبيرة جدا ما بين سناء قلب الدفاع والأظهرة من ناحية والإفراط أحيانا في الخروج بالكرة على الأرض يعني بشكل أحيانا مصير للاستغراب من الرزق من كتر المغامرة آه دي مدرسة برشلونة القديمة في الكرة إن كل حاجة على الأرض في موقف بتبقى فيها رزق كبير جدا والعمل المهمة كابتن الكواليتز اختلفت ما فيش عندك داني قلبش خلاص بتاع زمان مش هتلع لك كل كرة تحت الأرض ولو ما طلعش الأرض بقى آخر لعيب ويرقص عادي وما فيش مشاكل ما عندكش أبي داليا حط الكرة تحت ريجل ويروح ما عندكش جيوفاني فان برونك هورست مثلا اللعبة القديمة اللي عمل الجيل برشلونة التاريخي الكواليتز كلها مش زي دلوقتي آه فيه سيستم لعب واضح بدأ من شاف السنة اللي فاتت من عيوبه كل سيستم ليه مزايا كل سيستم ليه عيوب من عيوبه إن مساحات الملعب واسعة جدا بين الدفاع بين الدفاع برشلونة فيه مشكلة إن المساحات بينهم واسعة لما تحط البند في المساحات بينهم واسعة ممكن تلجأ للطرادي لو هم شباب مثلا شباب فيبقى معدلات الجارية عالية أو إن الأظهرة بتدفع كويس ما عندكش أبي دفع كويس وبرشلونة تلطير الأظهرة وكمان عندك على مستوى على مستوى يعني الأعمار السنية برضو سيردي باكين مش سوائرين سيردي روبرتو 30 سنة وجوردي ألبر 34 أو 33 سنة وهم أساسا كلعيبة ضعاف دفاعيا اللي تنين ضعافين دفاعيا فالبديل إن أنا حط ألبر دفاع شباب سراع فأروخه اللي كان مثلا قلب دفاع قوي جدا السنة اللي فاتت بالنسبة لي من أفضل قلوب الدفاع في العالم شافي بننزله باكريت على سبيل المسال فالاختراض دي كلها التخبط ده مش هيسعفك لو مثلا أول عشر جولات رالما تدد فرق عنك خمس ست نقط لأن رالما تدد على الوجه الثاني لا مستقر جدا في كل مراكز الملعب أي نعم لما بيجي لعب برشلونة بيواجه مشاكل كتير لأن برشلونة بيدخلوا ماتش ده بحافز مختلف ولكن في ماتشات الليجة العادية قد نشوف زيارة زي ملعب البالايدوس الصعب رالمادريد بيكسب أربعة واحد بيستحققه بيروح أكتر من مرة ويعني بيكون أفضل بكتير من خصمه بدأ الليجة بماتش معقد شوية قدام ألمريا خصم جديد كسب في الآخر برضو فرالمادريد من نوعية الخصومة هيكسب واحدة 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 النص يا أحمد نحن نتكلم كان طبعا أنشلوتي بيقول لك أنا عندي مسلس برمودا وسط الملعب تتكلم عن توني كروز وتتكلم على مودريش خروج دلع من دلع مسلس برمودا زي على مقولة أنشلوتي هيأثر عليه ولا فيه بداية الواضحة لكازميرو في الريال طيب طبعا أنا من نوعية أنا بحب أتفرج على إيه في الكرة ما بحبش أتفرج على إيه كازميرو أبدا دعيب ده ما بحبوش ما بحبش أتفرج عليه ولكن ما قدرش أبدا أنفي أهميته فرقة الكرة يعني فرقة لعيب زي كازميرو ده بيكسر رتم موجود دايما معدلة الجارية عالية بيحمي لعيب زي مودريش مودريش مش هيبقى مودريش بتاع السنة اللي فاتت لو في ظهره ما فيش كازميرو اللي هو أنا عند 34 35 سنة 36 سنة لا بروح عادي وضيع واحدة واثنين التالت هيبقى أحسن جون في العالم الرفاهية دي بيدالك لعيب زي ده بيدالك لعيب زي كازميرو كازميرو تبدل بأهم بأفضل لعيب ممكن يكون كازميرو في العالم اللي هو تشواميني تشواميني لعيب عنده فتنس عالي جدا عنده أجريسيفيتي عالي جدا لعيب كرة أفضل من كازميرو بكتير 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 يعني لعيب كرة أفضل من كازميرو بمراحل ولكنه لسه صغير فيه مساحات شسعة في الملعب لسه ما يعرفش عنها حاجة ناضج بشكل كبير أنشلوتي أفضل مدرب يتعامل مع اللعيب اللي زي ده زي ما كان مثلا تشافيو إنيستا وبوسكيتس صحيح جي لعيب زي راكيتيتشي مثلا في عزو وكان شباب لا واجه مشاكل واجه مشاكل لأنه مش عشان هو أقل منهم دلوقتي لا علشان التلاتة دول بلعبوا مع بعض بلهم عشر سنين هي دي النقطة التحدي الأكبر عند أنشلوتي يعني لو بنتكلم على خروج كازميرو خروج كازميرو مؤثر ولكن رهما دريد فأفضل وضع لاستبدال كازميرو إن عنده بداله تلاتة عنده فالفيردي وعنده كامافينجا وعنده تشواميني